اشتركوا في القناة الجهاز الهضمي لأن الأخذية هي حتهود عن طريق الجهاز الهضمي فبتالي نحن بنا نعرف جسمنا شو بيقول شو متطلباته فعرفنا الدرس الماضي أنه نحن في عنا ست مكونات أساسية من مكونات الغذاء عند الإنسان إن شاء الله بكرة بالحد عشر العلمي اللي بده يكمل نظام يعني وبشكل متسلسل في شي عنا مصطلح بس مرات يعني هذا لازم نحن يومياً غذاء الإنسان لازم يكون موجود كذا 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 لازم يكون في مو لازم يكون في فيتامينات في دوسوم في سكريات كذا كذا بالنسب معينة وغلط كبير إنه مثلاً نحن نركز عن نشويات على السكريات وننسى الفيتامينات لأنه هذا ما له صحي ونحن بنعرف إنه الغذاء الصحي هو الغذاء المتوازن كلمة متوازن يعني أنا باخد من كل هاي الأصناف الستة بطريقة متوازنة بدون إفراط بدون إفراط مشان ما سبب لحالي أمراض طيب اليوم وصلنا لآخر مكون من المكونات اللي هو الفيتامينات وطبعاً كلها ياتنا سمعانين فيها بنعرفها أنتوا كمعلومات عامة بحياتكم بتعرفوا إنه في مثلاً منقول كلوا مثلاً فلي فلي غنية بالفيتامينات خلونا ناخد بردقان غني بفيتامين سي حكيتوا لي المرة الماضية إنه الجزر فيه فيتامين أي وصرتوا تعرفوا إنه سل هذا ضروري للعين ومثلاً أنتوا حكيتوا إنه العشاء الليلي يعني هي حياتنا العملية بشكل عام تفرض علينا أنه نحن نعرف شو يعني فيتامينات تمام؟ طيب رح نحكي شوي كم معلومة عن الفيتامينات موجودة بالكتاب بقولوا إنه هي مواد عضوية غير منتجة للطاقة غير منتجة للطاقة يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة يعني سؤال هل يحرقوا هالجسم الفيتامينات الجسم بيحرقها كوقود للطاقة بيستخدمها كمنتج للطاقة بالجسد؟ لا أنسي حلو طيب من أول مكون من مكونات الطاقة؟ أنا أسي من هو؟ أنسي السكريات برافو عليكم السكريات مين بعدها؟ الدسوم الدسوم الأملاح الدسوم الدسوم أحسن الدسوم الدسوم أيضا الجسم بيستخدمها ليحرقها ويطالع طاقة لكن الفيتامينات صحيح إنها عضوية انتبهوا هاي عضوية معناتها مين يلي طالع عنا غير عضوي؟ مين؟ أنسي الأملاح المعدني وال شو كمان؟ تذكروا فيه شغلتين أحسنت إذن نحن في عنا الماء والأملاح المعدنية هن المركبات غير عضوية لكن كل ما تبقى دسوم سكريات بروتينات وفيتامينات كلها مواد عضوية لكن الفيتامينات بحزات هاي غير منتجة للطاقة نحتاجها بكميات قليلة لكن هاي الكميات قليلة مهمة لجسمنا قال الفيتامينات هي وسيط في حدوث التفاعلات الحيوية بالجسم مثل ما اعتبرنا بمرة من المرات أن الماء كمان هو وسيط بالتفاعلات فما في تفاعلات معينة بجسم الإنسان لا تتم إلا بوجود الفيتامين لذلك وجود الفيتامين مهم جدا بجسم الإنسان ونقصه يؤدي إلى أمراض نقصه بالغذاء يؤدي للإصابة بأمراض عوز هذا الفيتامين مثلاً كل الفيتامين له مراض إذا نحن نقصنا فيه أوكي؟ نستمدها من الأغذية الطازجة شو يعني أصدهم في الطازجة؟ شوفوا أصدقائي مثلاً أنا بعرف هيك معلومة أنه البردآن لما نحن بنعصره ونشربه أو أي عصير فواكي بعد ربع ساعة مصف ساعة بيبلش يفقد الفيتامينات اللي موجودة فيه فبالتالي نحن إذا بننا نشربه لازم ضغري نعصر ونشرب نستمي البندوراية هناك كلها أما البندورا المعلبة الفطر المعلبة البازيليا المعلبة كل هاي المعلبات اللي غير طازجة ما تتوقعوا أنه فيها فيتامينات مثل الأغذية الطازجة وطبعاً هذا الكلام كمان أنتوا بتعرفوا كل شي طازج كل شي تازة مثل ما نحن منقول فهو غني جداً بالفيتامينات وبعضها يتفكت أو يتخرب بالحرارة كيف يعني؟ أحياناً بيقولوا لنا لا تطبخوها كلوها نين كل ما كان الأكل نين كل ما كان فيتاميناتو أكتر مجرد نحن عرضنا للنار عرضنا أنه الليناب السمنة الليناب الزيت ما رح لكم هلا إذا تازة ما رح يفقد كل فيتاميناتو تمام؟ لكن رح تخف الفيتامينات فيه فنحن إذا بنا نستفيد من أي شي نحن بناكله نين فهمانين علي؟ طبعاً إلا اللي ما بيتاكل نين ممكن يسبب مرض طيب إيه تمام أنسي بس مو كل يعني مو كل شي طبعاً يعني مو كل شي بس مثلاً يعني مثلاً إحنا إذا أكلنا فليفلي قدام الأكل شو بتحطوا خضروات على الصفرة؟ مين بيعطينا؟ نعنى 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 بقدونة خاس ممتاز شو كمان؟ شو كمان؟ ممكن هلق إذا الشباني طبخوا ألغانسي نصف فيتاميناتو ممتوف حلو منفوف بصل بصل ممتاز شايفينهم هدول الشغلات اللي بتتاكل ني هدول وهن نحن عمنا كلهم هيك كخضروات تفضلي عمسي عم بقولك لشي البصل فيه وفيتامينات؟ أوه البصل غني جداً بكل أنواع حتى فيه بمعادن وفيه وفيتامينات غني جداً يعني بمكونات بذائية مهمة لا أولدتو آه تمام عادي حسب الرغبة هي هي سبحان الله هننا دولة المكونات يعني فيه ناس إشكاليين يعني ناس بتحبوا الناس لا فشوفوا أصدقائي ليش دائماً بيقولوا لنا كترو سلطة كترو تبولة ليش؟ لأنه نحن عم ناكل بقدونس ني بندورة نية ممكن نحط للسلطة خيار ونحط الله بندورة وخاس ونعنع وبقدونس وبصل ونحط الله هيك زيت زيتون بتطلع شغلة برونتو يعني تمام؟ فإذن الأغذية الطازجة مثل ما عم حكي لكم أنه هي غنية جداً بالفيتامينات والفكرة اللي هون نحكيها أنه في بعض الفيتامينات بتخرب بالحرارة يعني إذا طبخناها بتلاقي فيتاميناتها راحت طيب هون عم تذكرونها بشغلة أنتو ذكرتوها المرة الماضية وحكيتولي عنها مين بتذكر شو سبب مرض الكساح؟ نقص أنه هو فيتامين أحسنتم إذن تمام فإذن فيتامين دال سبب لي مرض اسمه الكساح وعرفنا أنه أعراضه أنه بيكون في عنا ليونة بعضام الأطراف السفلية والتالي يؤدي إلى تقوص بالأطراف السفلية عند الأطفال خصوصا وقلنا أنه كيف منشفى منه نحن منعطي الطفل فيتامين دال ومنعرضه لشمسة الصبح يعني هيك في أول شروق الشمس فهذا الشي بيخلي أنه العظم يرجع يقسى من أول وجديد تمام؟ فهون عم يعطونا تذكير إلي ما هدولنا لا يعني الكلام اللي جاية بس هأحتي لكم هون عم يقلولنا أنه نحن ما لازم ناخد إدوية فيتامين على كيفنا يعني شفت حالي تعبان أو هيك يعني بدي نشط حالي هلأ خصوصي في كتير هيك الطلاب بتلاقي أنه هيك أنه بدون ياخدوا فيتامينات مشان يتنشطوا على الدراسة وهيك كله هذا الأمر خاطئ لازم الفيتامين يؤخذ من قبل وصفة طبية الطبيب هو يكون وصف لنا إيها طيب شو السبب؟ للفيتامينات الزائدة عن حاجة الجسم نحن مثلا نتوقع أنه والله نحن ناقصنا فيتامين سي تمام؟ من قوم ناخد فوار تعرفوا الفوار؟ إيه بيبلش الواحد كل يوم الصبح مثلا كل يوم الظهر بيأخد له فواره انت شو عرفك أنه جسمك بده ناقص فيتامين سي أو لا الفيتامين اللي زايد عن حاجة الجسم بيروح وين بيخبيه؟ بيدفنه لأنه سبحان الله الكبد هو مدفن هو مقبرة الجسم كل شي بيدفن إدوية أو صاخ أو حتى شو تذكروا السكر نحن بنخبيه بقلب الكبد فهو بتحسه مثلا مكمورة فبروح هذا الفيتامين بيتخبى بقلب الكبد وممكن يؤدي له تسمم لأنه نحن أخدنا شي زايد عن حاجة الجسم فبالتالي يفترض أنه الدواء وخصوصا الفيتامين يؤخذ تحت إطراف وصفة طبية وكمان عملونا أنه الفواكه والخضروات لازم نحفظها بمكان رطب ومظلم مو عند الشمس ومو بمكان حار لأنه الحرارة والضوء بيفئدوها الفيتامينات تبعاتها تمام أصدقائي؟ كمان هاي مهمة ممكن يجي تعليم لكن يعني نسبته قليلة لكن لا ضرر أنه تطلعوا عليه تمام؟ طيب يلا بسم الله رح نبليش بالفيتامينات اللي حاكينا عنها اليوم حاكينا عن فيتامين ألف اللي هو فيتامين A فيتامين P B1 طبعا نحن بنعرف إنه في عيلة كبيرة من فيتامينات B نحن بنقول لها مجموعة فيتامين B في B1 وفي B6 وفي B12 حتى نحن إذا بنا الطبيبة بيوصف لنا دواء فهو بيعطينا مجموعة فيتامينات B كله تمام؟ هون حاكينا عن B1 حاكينا عن فيتامين C اللي هو جيم بالوالة العربية وعننا فيتامين دالي اللي أنتو كمان بتعرفوا تمام؟ طيب هلأ بالنسبة لفيتامين ألف أنتو دائما بتعرفوا هذا الشيء صرت دارسينه من درس العين أصدقائي فيتامين ألف إذا ما أصبح جسمنا يؤدي إلى العشاء الليلي وأيضا اختلال النمو لأنه إله دور بحثات النمو تمام؟ فبالتالي إذا بيقلوا لكم ما سبب العشاء الليلي مباشرة مباشرة نقص في فيتامين A نقص في فيتامين A تمام؟ طيب فيتامين A أول خاطري بيختر لكم هو مين؟ هو مين؟ العشاء الليلي مصادره المصادر تبعه منين أنا بجيبه؟ الجزاء الجزاء جزاء جزاء قوين نقص حل طبعا هون حطي لكم كتير من الأمثلة لكن أنا عم هون عليكم أنتوا بالفحص ما دارسين مثلا ما دارسين درس الفيتامينات جابو لكم عن فيتامين A تمام؟ أنت لحالك تتذكر من درس العين بتاخد هاي المعلومة ومن درس العين بتاخد هاي المعلومة إنه موجود بالجزاء هاي لحالها بتعطيك المعلومة لا تتلبقوا أنتوا المعلومات موجودة براسكم بس لازم تعرفوا كيف تطالعوها فإذا فيتامين ألف موجود بالجزر موجود بالسبانخ بالخس ليكوا بزيت السمك وكتير نحنا ونحنا صغار ليش؟ مشان النمو بيعطونا زيت السمك تعرفوا لحب زيت السمك؟ كتير مشهور بيعطونا الأطفال طيب ليش بيعطوه زيت السمك لأنهم هم لنمو ولأنه فيو فيتامين أي موجود بالحليب بالبيض وبالزبدة طبعا إذا بيت تحفظوا ثلاثة من هدول بيكونوا كتير ممتاز تمام؟ بعدين بننتقل للفيتامين الآخر اللي هو الفيتامين بي بي أصدقائي غالبا إذا بتحطوا البقوليات إذا بتحطوا الخبز أمح الأمح كتير فيو فيتامين بي يعني كل أنواع الحبوب كل أنواع الحبوب اللي بتعرفوها الخبز الأسمر يعني الخبز لنخالة ليش؟ لأنه انخالة الأمح لنخالة تعرفوها اللي منطلعها نفصلها عن لطحين لنخالة كتير غالبية فيتامين بي تمام؟ فإذا إذا أنتوا بتقولوا خبز انخالة بيقبلوا لكم يا هار هو نفسه خبز أسمر حبوب فاصولية طبعا البي موجود بالكبد تمام؟ كل ما منشوف حدا هيك تعبان أو مثلا حتى مثلا يعني اللي معروفة كانت ما بعرف إذا أنتوا عندكم هاي العادات والتقاليد الولادة بعد ما تقولها دائما بيطعموها كبد بيساولها كبد بيطعموها إنه هو غني بفيتامينات بي فهي بحاجة لهالفيتامينات بهالوقت فبيطعموها يا وطبعا موجود باللحم وممكن كمان يكون موجود بالملفوف وهذا أمر جيد تمام؟ هذا لك ونحنا بناكله على الصفرة هذا كمان لذيز هيك لحاله طبعا بيتاميين بي بيتاميين بي إذا نقص بجسمنا رح يسبب أعراض كتير خطيرة في عنا مرض اسمه الهزال الهزال وهلأ نحكي عنه وفي عنا اضطرابات عصبية ودموية يعني نقصه خطير بالجسم تمام؟ الهزال مرض الهزال وطبعا الاضطرابات العصبية والدموية بالجسم ممكن يسببها نقص بيتاميين بي طبعا ننتقل للحديث عن فيتاميين سي أنتو بتعرفوا يعني إذا قلتوا لي كل أنواع الحمضيات رائع البندورة يا لطيف بتعرفوا أنه الفليفليت اللي نحنا بناكلها كمية فيتاميين سي فيها أكبر حتى من البردام يعني الفليفلي غنية بفيتاميين سي أكتر من الحمضيات أكتر من البندورة وعننا المشموش حتى البطاطا يعني هلأ مثلا المشموش والبطاطا ما كتير نحنا بنعرف عنهم لكن الحمضيات والبندورة والفليفلي هدون شغلات السلطة يعني هذا كتير مفيد أنه بفيتاميين سي طبعا هذا المرض بتكون تحفظوه كتير هذا بيجي يعني بالامتحان هذا المرض والعشة الليلي كتير وهدول الأمراض عم يلمع ولمع يعني أنا مثلا بيجي برا عنده الطبيب بيقول له أنه كتير عم يصير في عندي نزوف باللثة نزف يعني ما باكل شغلة إلا بيصير في عندي نزف بيحصني الطبيب بيوصف لي تحليل بنحل الفيتامين سي منلاقي أنه الفيتامين ناقص أصدقائي مرض اسمه الإسقربوت الإسقربوت حتى هو مرض يؤدي إلى نزف اللثة بشكل متكرر ومزمئ يؤدي إلى تساقط الأسنان يعني بعد فترة بتصير فيه تحلل باللثة ومتلاقوا أنه السن بلشوا أسنان لحالة تهر لحالة تمام فهذا مرض خطير جدا هو مرض الإسقربوت نقص فيتامين سي يعني هذا حطه عليه علامة تمام؟ هذا كتير مهم مرض سبب مرض الإسقربوت سبب العشاء الليلي سبب الهزال لازم ترطه كل واحد بالفيتامين الخاص فيه تمام؟ ننتقل لفيتامين كمان سهل عليكم أنتوا صرتوا خبراء فيه وارد معنا بدرس الهيكل العظمي فيتامين دا يكونه الجسم عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية ما بيقدر الجسم يكونه لهذا الفيتامين إلا إذا تعرض للشمس أو لازم نتناول صفار البيض والحليب وزيت كبد الحوت وتذكروا كمان الزبدة دخلت بتركيب فيها فيها فيتامين دا فهدول المكونات كلاياتها أيضا فيها فيتامين دا لهيك نحن للصغار منشربهم حليب وطعميهم بيض كل هدول الأشياء مش هام فيتامين دا وطبعا يجب أن يتعرضوا للشمس ومو بس لكبار حتى مو بس للصغار وحتى الكبار لازم يتعرضوا لأشعة الشمس ليش؟ حتى ما يصير في عنا هشاشة بالعظم إذا الطفل الصغير صار عنده كساح نحن بصير عنا هشاشة بالعظم خصوصاً المرح حامل كمان بيعطوها لأنه الجنين ببطنها بيكون عم يمتص فيتامين دا عم يمتص كلس بتلاقي إنه كلس الحامل دائماً نازل تمام؟ وبيصير منعوض له بأدوية معين طيب إذا ما سبب الكساح نقص فيتامين دا تمام؟ دا تمام حتى ما سبب نقص التكلس نقص التكلس هلأ اسمه الدارج هشاشة العظم هشاشة العظم ما سبب هشاشة العظم أيضاً نقص بيتامين دا أوكي؟ نقص بيتامين دا 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 هلأ هون حاكينا أنه لازم نتعرض لأشعة الشمس بالصبح بكير أو قبل المغيب على القليلة نصاعة بليوم ليش؟ حتى يتمكن الجسم حطوا الجواب خطوا الجواب ملحة الجسم من داخل الجسم من تكوين فيتامين دال تمام؟ حتى يتمكن الجسم من تكوين فيتامين دال ليش؟ تذكروا شو كان دور فيتامين دال بالجسم؟ عشي بيتثبت الكلس على العظم رائع جداً رائع حسنت وشكراً له هيكه دقة ملاحظتك يقوم بتثبيت الكلس على العظام فإذا ما له موجود فبالتالي الكلس عم يسرح ويمرح بالدم تمام؟ ما في مين يجي يضبه ويحبسه بقلب العظم ويصير العظم آسي فهمتوا عليه؟ نعم أنسي فهمنا هلأ هون في هذا المرض هو اسمه مرض الهزال الرزي مرض الهزال الرزي تمام؟ أو البيري بيري بالإنجليزي مشهور كتير يابجي يقول لكم هزال الرزي أو هو نفس البيري بيري أو بري بري يؤدي إلى اضطرابات عصبية وضمور في عضلات الأطراف شوفوا شلون العضلات ضامرة كتير بتلاقوها بمناطق المجاعات هاي الصورة ويؤثر في جهاز الدوران وقد يؤدي للموت بسبب هاي الاضطرابات العصبية طبعا بينتشر بالبلدان اللي فيها مجاعات بلدان الفقيرة بالتغذية وهناك من يصابون به بسبب وراثي يا أما بسبب مجاعة أو بسبب وراثي تبلغ حاجة الجسم من فيتامين بي واحد ما يعادل 1.3 ميلي جرام يوميا يتلف فيتامين بي بالحرارة أما التجميد فلا يؤثر في فاعليته تمام؟ طيب سؤال أو خلوني أحكي لكم قصة أصدقائي مرة بمصر تعارفوا أنه يلي هيك شاطر بالزراعة نحن بينزرع الرز عندنا بسوريا؟ لا الرز ما بنزرعه الرز ما بنزرعه دائما شو منقول الرز شو؟ صيني رز مصري مصري أحسنتم أحسنتم رائع جدا أصدقائي الرز بده مي كتير تمام؟ يعني بزرعه بقلب المي إذا شايفين زراعة الرز أصدقائي مصر هي أكبر مصدر للرز بالوطن العربي مشهورة جدا بزراعة الرز مرة من المرات انتشر عندهم هذا المرض اللي هو مرض الهزال الرزي الرزي بسبب هالفكرة أصدقائي بالنسبة للرز الرز لا يحوي فيتامين بي هو فقط نشويات لهيك بيقول لنا لا تكتروا الرز أهل أول أجدادي وأجدادكم شو كانوا يحبوا يحبوا الرز ولا البرغول 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 برغول بتحس أن هيك ستي الله يرحمى أي شغل هيك إنه لا تكتروا لنا الرز دائما نطبخه قدام الأكل برغول يعني بامية مع برغول برغول مع برغول كزا مع برغول كله كله برغول يعني ليش? لأنه هي ما كانت ثقافتهم أهل أول إنه يكون فيه رز أصلاً ما كانوا كتير بيعرفوه ما هو مستورد طيب يعني هنين ما بيزرعوا هنين كانوا ياكلوا من الحقلة اللي هنين بيزرعوا فيها بياخدوا المحصول وبياكلوا بيزرعوا الحنطة والأمه وبياخدوا وبيطحنوا منه طحين وبيطحنوا برغل ناعم وبرغل خشين مونت كل السنة بصيروا بياكلوا منه وكان أكلهم صحي كتير لأنه أصدقاء البرغل غني بفيتامين بي غني بالمعادن الحنطة يلي فيه ممتازة جداً يعني هاي الحنطة شو يسموه النخالة عفوا النخالة اللي فيه فبالتالي عسل بيقولون برغل بسامير الركب أيوة يعيني عليك عن جد بسامير الركب كانوا يوصلوا لعمر متقدم وهن لساتهم بقوتهم بذاكرتهم يعني مثلا أنا تيت الله يرحمها وأكتر من تسعين سنة ما شاء الله هي بهك بيبي بكامل صحتها وذاكرتها يعني فهنن هيك هنن هيك كانوا متعودين ما عندهم ما بيعرفوا شو عن معلبات ما بيعرفوا شو عن كله بيجففوا تجفيف إذا البندورة كانوا ييبسوها بتعرفوا هاد الشي أكيد أنتو بتعرفوا أنه كل شي يبيس ما عندهم فريزة يحطوا بالفريزة طبعاً التفريز هو كتير له أضرار أما التيبيس هو طريقة صحية للطعام فهنن ممارساتهم الصحية كانت هي اللي تأدي لأنه يكون غذاء صحي ومتوازن طيب عرفتوا شو فأكمل لكم قصة مصر فصار عندهم انتشار واسع بهذا المرض بسبب أنه الشعب عندهم ما بيأكل أمح كتير كل غذاء ومعتمد على الرز فبالتالي نقص عندهم فيتامين ب لما نقص عندهم فيتامين ب لهذور الجماعي اللي كتير بيأكلوا رز وصابوا الهزال الرزي فعرفوا وقته واكتشفوا أنه نقص فيتامين ب هو السبب بهذا المرض تمام